اشتركوا في القناة الوزن بيحسوا بثقة اكتر بنفسهم فمشانك بيحبوا يعملوا رجيم بس انت كمان عم تظلك طلعينهم اشياء جديدة للتضعيف عطول وانلاين هلأ لحقتهم انلاين كيف هي قصة الانلاين كيف انلاين يعني انه بتابعهم بعطلهم شاب لعندهم بيعمل لهم بيخد لها وزنة وبيعمل لها سلايفا تاست وانا بطير بتبعها على الوصف بس مثلا وين بالدول معينة ولا بأي دولة لا بالدول بره كلهم بيجوني بيبعطوليون بالاراماكس بس الي هون بقلب لبنان ببعطلون انا شاب لعندوهم على بيتهم وبيخدهم يعملوا سلايفا تاهي وبيعطاني هون وبيخلال الى اللي بار بتعلميهم كيف يعملوا سلايفا تاس اي مانا صعبة يعني ماشي هيك بحطيهم بكيس وبيعطوليهم بالاراماكس اوكي بضرر بالشوعة انا واتس اب حكي حكي الى ان يضعفوا اللي الناهون يعني اللي شي بيضعفون لهم ليش ما بتسجل نفس الساوند وبتبعتي للكل حتى توفري صوتك دعي صعبة هاي هاي سره مهنة روحها اليوم نحكي عن الضاية وصحة يعني احنا عم نقرب على رمضان لازم بلش ننتبه على حالنا عنا هلأ ثلاث أجزاء على ثلاث أسابيع لابينما يكون حل شهر رمضان المبارك اليوم نحكي عن الضاية وصحة أهمية الضاية فرح الضاية كتير مهم لحتى هو بنزل الوزن بس لا ينزل الوزن بيروح الشحم عن الكبد لان الناس اللي عندهم الفاتي ليفر بهذه المشكلة ما بتنحل بأدوية حكيمهم بيقولهم انه ما بتنحل بالدواء بدون يعملوا ضاية الضاية هو كفيل انه يروحهم شحم على الكبد يعني كتير كتير عنا صايرة معنا حالات وفعلا عم تنحل هالأ مشكلة خاصة بيجوك الرجال اللي عندهم بروترودينج فات عامل هيك فبتعرفي بس لو يضب ويدب تعرف انه عم بيروح الفات عن الليفر تانيا انه هو كتير منيح لالكادو فاسكول تزيزوز اللي عندهم مشاكل قلبه شرعين كمان بحلل ناية بحل هذه المشكلة تصوري يعني انه بدل ما يروحها العملية بيجو بيعملوا الرجيم بروحوا على حالهم يعني بيصيروا بمكان بيكونوا مكان بصيروا مكان تاني وكمانه هو كتير مفيد لكتير قصص تاني بديك نذكرهم مثلا 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 رفلو اللي عندهم الريفلاكس كمانه كتير بيأثر عليهم الداية بيصير بيروح لهم هيدول العوارد اللي عم بتصير من وراء الريفلاكس كمانه اللي عندهم إرتب البول سندروم اللي عندهم مشاكل بالكولون مشاكل الكولون العصبي عندهم مشاكل كتير منوعة بالكولون تعرفي في كتير ناس عندهم هالقصاص تنحل بنوعية أكل معينة تعرفي نحن نقول صومة صحوا يعني ربسلات صومة معتك لما تكون عم تعطيها الأكل المصبوط بصير بتصبط بتصبط المعدة بصير بتحسن كتير من الأمور لحنتابع بس قبل قليلنا شو هاي لأنه كلنا ناطرين يعرفوا شو هي هاي 2 كيلو فات هاي موجودة عنا بجسمنا يعني تصوروا هاي محطوطة هون واحد عنده بطنو هاي محطوطة هيك بس 2 كيلو فات منا شي يعني صراحة هي يعني شكلها شكلها بيبين كتير كبيرة هلأ 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 ممكن يكونوا موزعين بكل الجسم موزعين بكل الجسم صحيح يعني مثلا واحد يكون عنده 20 كيلو أكسترا فات عنده 20 كيلو أكسترا فات منهم يعني تصوروا هاي 2 كيلوز of fat تصوروا هاي عنده 20 كيلوز يعني أدي عنده على هالطاولة واو مثلا عنده 10 من هذا واحد على الطاولة بكل جسم موزعين بس هاي نقطة من هاي نقطة من هاي بس شو بتعمل لنقطة بتسكر شرائنا القلب نقطة واذا تسكر شرائنا القلب شو بيصير يا لطيفية بيصير فاليش بيصير في جلطات وكمان ما بيوصل الدم على الدماغ ما بيوصل الدم على دماغ من ورا هيدا الفات فالرجيم هو حل هو حل عن جد حتى دراسات كلها بتقولون 90% من الأوبازيتي بتنحل يعني كل الأمراض 90% من الأمراض بتنحل بالرجيم قلت هذه المرة لما كان لك لقاء سابق معنا أنه لديت تبعولك ما بيأثر على الوجه ما بيأثر على الوجه يلي عنده عم بيشيل 10 كيلو بشهر أو 15 كيلو بشهر بشطشيط لا ما بشطشيط حسب أدايا وزنه يعني إذا وزنه 70 بس 10 كيلو عم بتشيله 120 لا يشاط بسرعة لوزنه 70 سيجد فرق شوي بس مش بشاط يعني مثل أنت مفكر لا لا درجة ما هيك تنسحيهم بالرياضة إذا بس لا يخاصوا رجيم يعملوا سبور أو هنه دوينغ دايت هنه دي كان بس ما كتير يعملو لأنه سبور يعني بأويل المواصرز كتير فبصير في تقل على الميزين بصيروا هنه بيكتقبوا أنه والله وزنهم ما كثير كتير عم ينزل أو مسلا يمكن يدوخهم لصري الرياضة بتفضلي لا أنا بحب ليعملوا رياضة أكيد أكيد بس هو دايما لوزنغ ويت هو شو هو 80% فرم دايت و20% فرم اكسرسايز ففي ناس بتضيع عليك وقتها بس بالأكسرسايز ونسي تلك الديك الديك على جنب وبقى وشوفي ما بتضعف ما بتضعف لأنه بعد الديكتاكلي ما هاي أنه كمانعوا يعني هو الديك هو الأساس هو الأساس فإذن الديكتاكلي عنده عدة مؤسرات إيجيبية للجسم حتى منضلنا دايت شو النظام الغذاء السليم اللي يجب نتبعه لتكون صحتنا سليمة هلا هو أول شي بيكتام يا دايت إذا فيه وزن عالي بده يكون فيه رجيم هلا نحنا أول شي منقول للولاد للأهالي أنه ديروا بالكم على أولادكم ما تنصحون بفترة المراهقة يعني نحن 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 بين قديش مثلا 11 ل 19 سنة هذه الفترة بيكون عنا الفات سلز عم بيزيدوا عم يعلون ملتوبيكيشن لما يزيدوا الفات سلز بجسمنا بيوصلوا لمرحلة مبعد قادرين نحن نقدر له يعني مبعد يعني بصير كل حياتهم العمر السبعين ثمانية سنة وهن كل حياتهم رجيم رجيم فبهذه المرحلة بين 11 و 19 انتبهوا على أولادكم ما تخلون يأكثروا من الأكل ما تخلون يأخذوا جونج فود ويروحوا فاست فود وما يعملوا سبار بالعكس ديروا بالكم عليهم ما يزيدوا وزن بهذه المرحلة لحتى ما يتعبوا بحياتهم بعدين ويدلون شغالين بالرجيم فنحن أسلوب الحياة بدون يبالش من الصغر من الطفولة لأسلوب الحياة الأهل هيدا دور الأهل دور الأهل هو هن الرول موديل طبع أولادهم هن بيأكلوا صح أولادهم بيطلعوا بيأكلوا صح بيعملوا سبار والأولاد بيطلعوا بيعملوا سبار يعني بيحبوا يعني هن بيتابعوا أهلاتهم شو بيعملوا فهذا بيبلش من هون هلا إذا عبدك تسأليني مثلا عن البراغننتومن لنقول المرأة الحامل قبل البراغننتومن فرح لطلمة منحكي عن الولاد هل الولاد اللي بيأكلوا على البلايستيشن على البلايستيشن هذا أضرب شي طيب أضرب شي لأنه نحن مضبط لأنك كنت عم تقول للولاد طيب هل الولاد عني على البلايستيشن البلايستيشن الولاد كانوا قبل يقروا قصص مثلا كانوا ينتبهوا وكانوا يلعبوا تحت على الطرقات هلأ بدون يحطون بنوادي بدون يحطوهم محلات يتدربوا يعملوا يعملوا سبور يعملوا تنس يعملوا باسكت يعملوا صباحة بدون يعمل بيقولوا لك ما عندنا وقت ما يصير ما عندنا وقت ما يصير دايما بيجيو لعنا وقت لأبدا لأبدا أعدوا فينا نحط حد كاتشاب وماسترد يقرب شيك شي مثلا شوية جزر شوية تخيار بوبكورن مثلا عشي إذا بدون يعمل بوبكورن فيهم فيهم يعمل هيك شي بس أهم شي لولاد بالنسبة لولاد يعملوا سبار يعني هي الرياضة أكيد بتبلش من هن الولاد لازمون الرياضة لازمون الرياضة من أي عمر؟ من هن وصغار من هن وصغار بيباشوا بسبار ما في مجال يتركوا بلا سبار فإذا هذا بالنسبة لولاد بالنسبة للمرأة الحامل المرأة الحامل كمان عم نقول نحن كيف هي بدها تباعد عن خطر الأوبازيتي بهي وحامل لازم تزيد لنقول 7 إلى 15 كيلو بتاع فقدية بيجوا زايدين 30 كيلو كل موزنة 60 بسير 90 هذا شيء منطقي هذا الشيء ليه تركت حالها من هو بتبلش المشاكل عندها لحياتها لبعدين طيب وصلت 90 رجعنا نزلناها للسبعين أو للستين طب هي هلية ترح تحافظ عليهم هل ملاح تقدر تحافظ عليهم لأنه جسمه قد طلعها للتسعين يعني عندها الفات سلز طلعوا بجسمه ووصلوا لهذا الرقم كيف بدك حياتها أنه تكون كيف بدها حياتها تكون من الأول نحن ندعي أنه البراغنطومن بديها تحافظ عليهم بتعرف شو تاكل بتعرف شو تلقمش فيها تعمل ضايت تعمل ضايت أكيد مش ضايت آسي لا مش عقول ضايت آسي بس أنه ضايت خفي يعني هي بدل ما تنصح ثلاثين كيلو تنصح عشرة كيلو عشرة كيلو مقبولين يعني حتى حكيمة الجينيكولوج بيقلها أنه إذا كانت من الأشخاص اللي بيعبج جسمه ماي مثلا مش كله ماي كله فات بكون شوية بيظهروا الميات لما ولا دي تظهروا الميات بس ما ظهر فات فات بقي وتعي شوف كيف بديك تشيلها إياهون شلتين بس ما بجعب قول أنه هي هي لحياتها لبعدين لح ترجع لح يرجع اللي هتدل بموضوع الديت كل حياته فنحنا عم نقلها ما توصل لهذه المرحلة ما توصل لهذه المرحلة أنت وبرغنان أنت وبرغنان عرفوا شو بديك تأكل عرفوا شو بديك تأكل يعني يعني تقليلهم عم نحكي عن حتى كمان تتفادى جيشتاشن الديابيتوس يعني في ناس بيصير عندهم سكر الحبل سكر الحبل بيبالش بطريقة الأكل الغلط طريقة الأكل الغلط صحي مثلا نشوية تأكل زيادة ومناقش وكل يوم تأكل كراسان ومناقش وبدأ تشرب جوسز وبدأ تأخذ فوكي وهذا معنى عن الصبي للولد يعني عن الصبي هلا دخيلك يعني همشي الصبي آخر شي بيطلح وأنجأ زي 3 كيلو هو بس أنه 3 كيلو بيجيب لو مرات بيجعل كمان بيجعل هي 30 شو أنسولين بيوقفوا القبر من بعد ما يعملوا رجيم حتى خاصة يعني تصور أنه بيخلي ثلاث أسابيع وقفت قبر أنسولين كنت كل حيات والواحد عم ياخد العشر سين عم ياخد ها وقفة شو يعني يعني الضيط الصح فعلا صحي جدا للجسم ليبيعد الأمراض يبيعد الجلطات يبيعد الفالج يبيعد السكر يبيعد الكوليسترال يعني الدايت هو الحل للعالم بدعي كل الناس يعملوا رجيم ما ضروري عندي بس يبيلشوا يعملوا رجيم يهتموا لحال يهتموا لصحتهم لقدر يبلش بالبداية يبلش قبل ما يفوتوا القطار شكرا فراح نشوفك الأسبوع المقبل شكرا مشاهدينا لمتابعة مرسي